موسيقى يؤكد أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك تعكس اهتمام الحكومة بالتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر البحرينية محدودة الدخل وفي ذات السياق أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصور وزير التنمية الاجتماعية على حرص الحكومة الراسخ لتوفير مضلة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتعزيز مستواهم المعيشي اهتمام كبير توليه حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم الأسرة البحرينية في شتى مناحي الحياة حيث أن المواطن البحريني هو محور التنمية وتوجه له كافة البرامج التي من شأنها تسهيل معيشته ورفع الأعباء عنه وهو الأمر الذي يتضح دائما من خلال حرص واهتمام الحكومة في تلمس الاحتياجات ووضع الحلول لها وشهدت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أمرا من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة في شهر رمضان المبارك إذ وجه سموه وزارة التنمية الاجتماعية بمباشرة صرف هذه المستحقات من منطلق رئيسي وهو الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل في ظل متطلبات شهر رمضان المبارك ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك سنويا تواصل حكومة المملكة بشكل دوري باتخاذ الإجراءات اللازمة في مختلف القطاعات التي تمس الأفراد والأسرة البحرينية بشكل مباشر وهي التي تتم عادة بجهود تنسيقية بين مختلف المؤسسات الحكومية كضمان إنسيابية وتواجد السلع بالموازات مع الرقابة على الأسعار ليكون شهر رمضان المبارك سالسا من ناحية احتياجات الأسرة البحرينية إن الجهود الموجهة لخدمة المواطنين البحرينيين والأسرة البحرينية تنبثق من توجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتترجمها الحكومة الموقرة برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من خلال توجيهاته للوزارات والجهات الحكومية من أجل الحفاظ على المجتمع والارتقاء به وتلبية احتياجاته